موسيقى مشاهدين السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذا الحديث الخاص وضيفنا اليوم السيد محمد سهيل شهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان وعضو الفريق التفاوضي الذي وقع اتفاق السلام مع الولايات المتحدة في الدوحة يوم التاسع والعشرين من فبراير الماضي عن هذا الاتفاق وعن مستقبل أفغانستان وحركة طالبان سيكون حديثنا أهلا بك سيد شهين بعد مرور حوالي أسبوعين على توقيع اتفاق وصفة بالتاريخي بين حركة طالبان والولايات المتحدة اتفاق علقت علي أمل كبيرة ولكن دونه تحديات لا يستهان بها كيف تقيمون هذين الأسبوعين المنقضيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد أن الأيام القليلة الماضية الأسبوعين الماضيين تقريبا مضت بشكل جيد وقبل ذلك كنا نريد أن ننهي الاحتلال كان هناك ما بين 200 و300 شخص يقتلون وتم خفض عدد القتلى بـ 50 في المئة تقريبا وبناء على هذا الاتفاق خصوصا القوات الأفغانية والموجودة في كابل كان بإمكاننا أن نستهدفهم لكننا قمنا باحتواء النفس وضبط النفس وفيما يخص وقف إطلاق النار مع القوات الأفغانية بإمكاننا نناقش هذه المسألة فيما يخص المحادثات الأفغانية الأفغانية لأنها لم تبدأ حتى الآن لأنهم لم يطلقوا صراح الأسرة والتي تعتبر من الشروط التي تم التوصل إليها لابد أن يكون هناك تدبير بنا الثقة حتى ندخل في عملية التفاوض الأفغانية الأفغانية وعندما ندخل في هذا التفاوض فإننا سنناقش خارطة الطريق وكذلك وقف إطلاق النار حتى لا يكون هناك أي هجوم يجري قبل أن نناقش تفاصيل أو بعض تفاصيل هذا الاتفاق جرى حديث في بعض الأوساط عن اتفاق سرية وغير معلنة وبنود سرية في هذا الاتفاق ما حقيقة هذا الحديث؟ ماذا تقول طالبان في ذلك؟ ليس هناك أي وثيقة سرية لدينا وثيقتين واحدة هي الاتفاق اتفاق السلام أو إحلال السلام الذي تم نشره في أشبكات الاجتماعية وكذلك على موقعنا الإلكتروني الاتفاق الثاني وهو آلية التطبيق وهي تسمى كذلك بالمرفقات المتعلقة بالاتفاق الذي تم إبرامه هذان هما المستندان وليس هناك أي وثيقة سرية هؤلاء الذين يقولون إن هناك وثائق سرية فإن هذه المسألة ليست صحيحة لكن هناك نوع من الغموضة والتضارب بين توقعاتكم لحجم الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وما تقوله واشنطن في هذا الخصوص الولايات المتحدة يبدو أنها تتحدث عن انسحاب جزئي وليس انسحاب كامل كما تريدون ما الحقيقي ما الواقعي والواضح في هذه المسألة الأمريكيون وافقوا على جدول زمني ألا وهو 14 شهرا وفي غضون 14 شهرا وعدوا حسب الاتفاق بأن يقوموا بسحب كل قواتهم من أفغانستان إذن نتحدث عن 135 يوما أو الأيام الأولى حتى يتم خفض القوات إلى 8600 جندي في مقابل ضمانات من جانبي طالبان بعدم استخدام أفغانستان أو السماح باستخدام أفغانستان منصة لمهاجمة القوات الأمريكية نعم إنه في مصلحتنا أن لا نسمح لأي طرف أن يستخدم أراضي أفغانستان ضد الولايات المتحدة وضد حلفائها أو أي دولة أخرى لأنه كان لدينا هذا الهجوم الأشخاص كانوا يقاتلون لأربعة عقود وبعد ذلك عندما تقوم القوات الأجنبية بالانسحاب من أفغانستان سنبدأ فصلا جديدا إعادة البناء إعادة التأهين وتنمية أفغانستان لذلك نحتاج لتعاون دول أخرى في هذا الإطار لأن هذه المسألة هي في مصلحتنا ولقد اتفقنا حسب الاتفاق الذي تم إبراموه على أننا لن نسمح على استخدام أراضي أفغانستان ضد أي دولة أخرى لأنه نرى هذه المسألة في مصلحتنا القومية لكن هل تتوقع الطالبان اختبارا من جانب واشنطن لالتزام طالبان بهذه الضمانات؟ نعم لدينا تأكيد أو أكدنا على ذلك من الناحية العملية إذن لدينا قوات داعش أو تنظيم الدولة في الجانب الشرقي للبلاد وفي الثلاثة أشهر الماضية قمنا بإزالتهم من هذه المناطق الشرقية واليوم كذلك لدينا ولاية كنار التي هي موجودة كذلك في المنطقة الشرقية من أفغانستان وقمنا بإخراجهم من هذه المنطقة إذن كنا في وضع خصوصا خلال الأشهر الأولى أن هناك طرف كان يقاتل القوات الأمريكية وقوات أفغانستان وبشكل موازي كذلك كنا نقاتل داعش ونجحنا لإخراجهم من هذه المناطق ولن نسمح في المستقبل لأي من القوات لتستخدم أراضينا ضد دول أخرى من أجل تحقيق أو وصول إلى أي مشاكل بالنسبة لنا على ذكر الضمانات الدوحة كانت ضمانة قيمة جدا وطرف مهم في وصول كلا الجانبين طالبان وواشنطن إلى يوم توقيع هذا الاتفاق التاريخي أسألك سيد شهين ما سر نجاح الدور القطري ولماذا استطعت قطر أن توصل حواركم مع واشنطن إلى هذه المرحلة المتقدمة والمهمة جدا فيما لم تتمكن أطراف أخرى من الحصول حتى على ثقتكم كحركة مهمة وفاعلة جدا في المشهد الأفغاني نعم عندما اخترنا دولة قطر كمقر لمكتبنا السياسي كان هناك بعض المعايير بالنسبة لنا التي استندنا إليها إذن زعيمنا السابق الملا محمد عمر قرر هذا الأمر بناء على هذه المعايير وأحد هذه المعايير هو أن يكون لدينا مكتب في دولة لا جنود لديها في أفغانستان وليس لديهم أي مصالح في بلدنا إذن كانت هذه المعايير وأنهم كذلك دولة محايدة إذن كانت هذه المعايير التي جعلتنا نختار دولة قطر من أجل تأسيس مكتبنا هنا وبعد ذلك بدأنا بهذه الرحلة للوصول إلى تسوية للقضية الأفغانية والتي تتوجت بالاتفاق الذي تم إبرامه في التاسع والعشرين من فبراير الماضي والدور الذي لعبته دولة قطر في تلك المرحلة كان مهما للغاية كان أساسيا وفي كل مرة وجدنا فيها أي من العوائق في عملية التفاوض كانوا يأتون إلينا من أجل مساعدتنا من أجل مواجهة هذه العوائق وكانوا يساعدون الطرفين ليس فقط طرفنا وإنما كذلك الطرف الأمريكي لمواجهة أي عائق يظهر على السطح وإلا فإن عملية التفاوض كانت لتتوقف دون ما مواجهة تسعب طبعا دورهم كان مهما ونحن نثمن ذلك أصبح معلوما لدى الجميع تقريبا بأن هناك أطراف كانت تحاول أن تستحوذ بين قوسين هي على دور الوساطة وعندما لم تنجح في ذلك حاولت التخريب على هذه المحادثات أسألك سيد جاهين بدون تحديد أسماء هذه الأطراف كنت لا تريد أن تذكرها ما طبيعة مساعي التخريب تلك وما مصلحة هذه الأطراف من ذلك أعتقد أن مقاربة الآخرين في قطر كانت مختلفة بعض الأوساط بعض الدول كانت تريد أن نسلم سلاحنا أو أسلحتنا لإدارة كابل التي تم تأسيسها من قبل الأمريكيين في الوقت الذي كنا نسيطر فيه على 70% من الأراضي الأفغانية ونحن نناضل نقاتل من أجل تحرير بلدنا هنا في دولة قطر المقاربة كانت تقتضي أن نجلس مع الأمريكيين الذين احتلوا بلدنا وأن نتحدث إليهم من أجل التوصل إلى اتفاق وهو سحب قواتهم من الأراضي الأفغانية وبعد ذلك نجلس مع الطرف الأفغاني لنصل إلى حكومة جامعة إسلامية إذن كانت المقاربة مختلفة هنا في دولة قطر إذن لم نكن جاهزين بأن نسلم أسلحتنا لأننا نحن نناضل نقاتل من أجل تحرير بلدنا إن لم يتحقق هذا الهدف فإنه من المستحيل أن نسلم أسلحتنا إذن مقاربة الدول الأخرى لم تكن عملية بالنسبة لنا هل سيستمر الدور القطري في المرحلة المقبلة عندما ينطلق الحوار الأفغاني الأفغاني ربما بشكل أو أشكال مختلفة أعتقد أن الدور القطري في المستقبل سيكون مهم لقد لعبوا دورهم بشكل جيد في الماضي خلال المحادثات وعملية التفاوض ما بيننا وبين الأمريكيين نعم وسيكون هناك دور في المستقبل كيف تنظرون سيد شهين إلى الهجوم مصاروخي الذي استهدف تنصيب أو مراسم تنصيب الرئيس أشرف غني في قصره في كابل والذي تبنته وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية ما الذي يمثله لكم مثل هذا الهجوم من حيث الجهة التي تبنت ومن حيث التوقيت نعم هناك خصومات ندية في كابل فيما بين الأوساط المختلفة تلك الممثلة في الحكومة وكذلك بعضهم لديهم روابط بتنظيم الدولة وفي الماضي كان هناك الكثير من الأحداث التي وقعت في البلاد وداعش أعلنت مسؤوليتها عن ذلك بما في ذلك هذا الحدث الذي وقع في حفل التنصيب طبعا نحن رفضنا مثل هذا الأمر ولا رابط لدينا بمثل هذه الأعمال هذه أمور ما بين داعش أو تنظيم الدولة وأشخاص داخل الإدارة الأفغانية هل تخشون أن تتكرر مثل هذه الهجمات وتتوقعون على الأقل نعم نعتقد ذلك لأنهم قاموا بمثل هذه العمليات وسيفعلون لكن إذا ما قمنا بتأسيس حكومة جامعة نتيجة للمحادثات الأفغانية الأفغانية فإنه لن يكون هناك مكان لمثل هؤلاء الأشخاص ليقوموا بعمليات هجوم من أجل تحقيق أهدافهم لأنه في ذلك الوقت فإن كل الأفغان يكونون قد توحدوا في تحت مضلة حكومة إسلامية وحين ستكون حكومة الشعب الأفغاني ولن يكون هناك عناصر أجنابية ضبن شعبنا لكن أفغانستان حاليا منقسمة بين رئاستين أشرف غاني وعبدالله عبدالله هل يمكن أن يؤثر هذا الانقسام على نجاح المفاوضات الأفغانية الأفغانية التي يفترض أن تالي الاتفاق نعم المحادثات الأفغانية مع كل الأطراف الأفغانية نحن لا نتحدث فقط إلى إدارة كابل نحن نتحدث إلى كل الجهات المختلفة المجموعات والأحزاب والأطراف نتحدث إليهم جميعا لأنهم جزء من المجتمع الأفغاني لديهم جذورهم لديهم عناصرهم وسنتحدث حسب الاتفاق إلى كل الأفغان من المهم أن نتحدث إلى الأفغان إذن هناك هذه العديئيات التي ظهرت خصوصا في حفل التنصيب الذي جرى وهذا يعني أنه من الضرورة أن نبدأ بعملية السلام ونقوم بتشكيل حكومة أفغانية إسلامية موحدة حتى لا يحدث مثل هذه الأشياء التي حدثت هذه الأشياء السيئة والتي تدعو إلى الخزي أن يكون لدينا رئيسين أهم ربما بنود الاتفاق وأولى الخطوات فيه الإفراج عن السجناء من كلا الطرفين من طالبان ومن الحكومة الأفغانية يبدو أن العملية بدأت بالفعل ولكن بدأت معها المشاكل وعدم الوضوح وعدم الفهم الموحد للمصطلحات كما يبدو ما حقيقة مقيل عن إفراج مشروط عن سجناء الطالبان التي تتحدث عنه الحكومة الأفغانية هل نص الاتفاق على إفراج مشروط هناك إفراج مشروط ليس هناك إشروط فيما يخص إطلاق صراح الأسرة حسب الاتفاق الاتفاق يقول عندما يتم توقيع هذا الاتفاق بعد ذلك ستبدأ تدبير بناء الثقة وخلال بناء التدبير تدبير بناء الثقة فإن خمسة ألاف من الأسرة سيتم إطلاق الصراحهم وسنقوم بإطلاق صراح ألف من أسرة نظام كابول بعد ذلك سندخل إلى عملية التفاوض أفغانية أفغانية وفي ذلك الوقت فإننا سنتحدث إلى كل الأطراف كل أطراف بأفغانستان وسنتحدث حينها عن الخرطة الطريقة السياسية وسنتحدث كذلك عن الدستور دستور البلاد في المستقبل وكذلك سنتحدث عن الإصلاحات وأجدات أخرى في جزء موالي من هذا الحوار سيد شهين ولكن بدأت تنفيذ الاتفاق بهذه الإشكالات عدم التوافق على إفراج مشروط أو غير مشروط ما مصلحة الحكومة منه الحكومة الأفغانية وهل تتوقع أن ربما يعطل بداية الحوار المباشر في بدء الأمر نعم هذا غير متوافق مع الاتفاق هو ضد الاتفاق ثانيا وبسبب الإبطاء والتأخر في إطلاق صراح الأسرة فإن المحادثات التي كان ينوى بها أن تبدأ في العاشر من مارس لكنها لم تبدأ وأعتقد كذلك هذه تعتبر تاكتيك لتأخير عملية المحادثات مما ينشئ عوائق في وجه عملية التفاوض الأفغانية الأفغانية حتى لا تحدث لذلك فإنني أعتقد أن أن أطراف النزاع لا بد أن تتصرف وتتحرك حسب الاتفاق أي عدم التزام بعد الاتفاق فإنه سيؤخر عملية التفاوض الصادق صديقي المتحدث باسم القصر الرئاسي في كابل أشار إلى ضرورة أن يقدم السجناء سجناء طالبان تعهدات مكتوبة بعدم العودة لحمل السلاح هل هذا هذا هو الشرط للإفراج عن سجنائكم وهل أنتم مستعدون لتنفيذه إذن إذن الشرط هو أن لا يعود الأسر إلى أرضية المعركة ووفقنا على ذلك في الاتفاق لا مشكلة لدينا فيما يخص هذه المسألة المشكلة هي أن الاتفاق يقول خمسة آلاف من الأسر لابد أن يتم إطلاق صراحهم لكنهم ليسوا جاهزين لإطلاق صراحهم لذلك عملية التفاوض الأفغانية الأفغانية تم إرجاؤها إذن هدان شيئان مختلفان الشرط ليس لدينا أي مشكلة به لكن لابد من إطلاق الاتفاق هو خمسة ألاف وليس ألف أو ألف وخمسمائة لكنهم لم يفعلوا ذلك تعهدات مكتوبة هل طالبان أو سجناء طالبان على استعداد لتقديمها من أجل التعزيل على الأقل ببدء الحوار مع الحكومة الأفغانية كما تعلمون هناك تسلسل في هذا الاتفاق أولا سيكون هناك إطلاق صراح الأسرى وبعد ذلك المحادثات الأفغانية الأفغانية وبعد ذلك المحادثات السياسية وخارطة الطريق وبعد ذلك محادثات حول وقف إطلاق النار وكذلك حول السلام الدال في البلاد هذا هو التسلسل ونحن نمضي حسب التسلسل المدرج في التفاق بنود التفاق هم من ينتهكون هذا الاتفاق وعندما يقومون بانتهاك بنود الاتفاق هذا يبطئ ويرجئ ويؤخر عملية التفاوض أو المحادثات الأفغانية الأفغانية إذا لم يقوموا بإطلاق صراح الأسرار سيكون من الصعب النمضي قدما لو تحدثنا قليلا سيد شهين عن مستقبل طالبان بعد توقيع هذا الاتفاق التاريخي بداية باختصار هل تعتبر طالبان هذا الاتفاق وتوقيعها هي عليه بمثابة الانتصار للحركة إذا ما قلنا أننا وصلنا إلى حل ينهي الاحتلال احتلال بلدنا فإنه أعتقد هو النصر بالنسبة لنا و أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما تمكنت من أن تصل إلى تسوية سلمية من خلالها يقومون بسحب قواتهم من أفغانستان أعتقد أن هذا الأمر كذلك يعتبر نصر بالنسبة لهم عندما نصل إلى حل حل سلمي أعتقد أن هذا الأمر سيكون جيدا بالنسبة لكلا الطرفين لأن هذا يؤدي إلى إنهاء نزاع وكذلك إنهاء الأعمال العدائية إذا ما توقف هذا الأمر من الناحية العسكرية لو لم يتم ذلك فإن أعمال العدائية كانت لتستمر وإذا ما وصلنا إلى تسوية سلمية فإن الأعمال العدائية كذلك ستتوقف والأمريكيون حينها سيتمكنون من الحصول أو تقديم المساعدة فيما يخص إعادة بناء أفغانستان من خلال صحب جنودهم وكذلك القيام بالاستثمار في أفغانستان إذن هذا سيكون بشكل جديد وطبعا هذه القوات لن تستخدم لقتل الأفغان أو تدمير البلاد وإنما لإعادة بناء أفغانستان جيد بالنسبة لهم وبنسبة لنا لكن سيد شاين عدم ربط واشنطن الانسحاب الأمريكي بتحقيق الاستقرار في أفغانستان هل هو عامل داعم للحوار أم العكس كما تعلمون عندما يكون هناك احتلال لن يكون هناك استقرار بالطبع في البلاد إذا ما حرمنا من حريتنا وقدرتنا على البقاء حينها سنناضل من أجل تحرير بلدنا هذا هو تاريخ أفغانستان عندما تعود حريتنا ستكون لدينا علاقات جيدة مع كل بلدان العالم بما في ذلك دول المنطقة دول الجوار وأعتقد أن أفغانستان جسر في آسيا قد يستخدم من أجل التجارة والاستثمار ولدينا الكثير من الموارد الطبيعية التي بإمكاننا أن نستثمر فيها إذن عودت العلاقات الطبيعية الأوضاع الطبيعية للوصول إلى السلام في أفغانستان هل أنتم متفاعلون مستقبل أفغانستان؟ على هذه النبرى المتفائلة سيد محمد سهيل شاهين كنت ضيفنا في هذا الحديث ومشاهدين شكرا لمتابعاتكم هذه تحية لكم أينما قد ترجمة نانسي قنقر